النشرة الجوية من قناة شروق مشاهدنا الكرام اهلا بكم غدا ان شاء الله مع الفجر سنترقب تشاكل دباب وسحب سفل عابرة حتهم كافة المناطق الساحلية للبلاد تبقى الاجواء مغشات جزئيا ببعض السحب المنخفضة العابرة لكن بدون فعالية حتهم كل من منطقة الساورة الجنوب الغربي الجنوب الشرقي ايضا مرتفعات الهوغار التاصلي باتجاه اقصى الجنوب الجزائري بينما السافاء سيهم كل مدن الهداب العليا الغربية ومنطقة الاوراس على شمال الصحراء منطقة الواحات ايضا على الصحراء الوسطى والصحراء انتظروفت غدا ان شاء الله مع الدهيرة سينقشع ذلك الدباب وتتلاشى تلك السحب اللي كانت خلال الصباحة على المناطق الساحلية وعلى هذا النرتقي باجواء سافية مشميثة ومستقرة تبقى الاجواء مغشات جزئيا مرفوقة بخلاير عدية ستهم كل مدن الهداب العليا الغربية ومنطقة الاوراس ايضا تقدر تلتحق في اواخر نهار بالمدن الداخلية للبلاد نفس الوضعية خلايا رعدية منعزلة ستهم كل من منطقة الصوراء الجنوب الغربي مرتفعات الهوغارو تاسلي الجنوب الشرقي واقصى الجنوب الجزائري بينما الصفاء سيهم كل من شمال الصحراء منطقة الواحات الصحراء الوسطى وسحراء انتظروفت عندنا ايضا زوابع رملية تنشط في الصحراء الوسطى ها درجة الى ريح محلية تقدر تكون قوية درجات الحرارة الدنيا لصباحة الغد سنترقب 14 درجة كادم ستهم كل مدن داخلية والهداب العليا الشرقية للبلاد 18 درجة على كل من شلف المدية عند دفلة ايضا مع سكر سيدي بالعباس وغليزان 20 درجة على تلمسان وانضرومة ايضا نفس المقياس سيكون على كل من سعيدة البيض انعامة مشرية عند صفراء الجلفاء وتيارت ايضا 18 درجة على كافة المدن الساحلية للبلاد 24 الى 25 درجة ستهم مرتفعات الهوغارو التاسلي نفس المقياس سيكون بمنطقة ابني عباس وبشمال الصحراء 25 درجة على منطقة الواحد 28 درجة بإيريزي وبمنطقة الساورة 30 درجة بكل من تين دوف واضرار 32 درجة بعين صالح 28 الى 29 درجة باقصى الجنوب الجزائري بكل من برج باجي مختار وعن قزام درجة الحرارة القصوى لدهارة الغد سنترقب 46 درجة كأعلى مقياس تحت الدل هذا بمنطقة اضرار 45 درجة بتين دوف 44 درجة بعين صالح 41 الى 42 درجة باقصى الجنوب الجزائري بكل من برج باجي مختار عين قزام عين ازاواتي مياوين واتين زاواتين 36 درجة ببتامناس 38 درجة بجانت 40 درجة ببني عباس نفس المقياس سيكون بشمال الصحراء بكل من غردايا بريان وزلفانة 41 درجة بمنطقة بشار 44 درجة بإيريزي و38 درجة على منطقة الواحد بكل من بسكرا ورقلا تقورت والواد بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد عدنا مقايز تراوح بين 30 الى 32 درجة هذا على كافة سواحي الجزائرية الشرقية الوسطى والغربية 36 درجة بكل من قسنطينا ام البواقي ميلا البويرا واتيزي وزو ايضا 34 درجة على الهداب العليا الشرقية ككل من سطيف باتنا خنشلة وبريكة 35 درجة على كل من دية عين دفلة شلف ايضا مع سكر غليزان سيدي بالعباس وتيارة 34 درجة على كل من سعيدة البيض نعامة مشرية عين صفرة نفس المقياس على منطقة جلفة للملاحة والصيد البحري غدا ان شاء الله البحري يكون قليل اضطراب هذا على كافة الشريط الساحلي نترقى برياح شمالية شرقية على السواحل الوسطى والغربية بينما تكون شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعة الرياح تتراوح بين 20 الى 30 كم في الساعة على السواحل الوسطى والغربية بينما لا تتعدى 20 كم في الساعة على السواحل الشرقية نختم مشاهدنا الكرام نشرت اليوم بالمعلومات الفلكية لتخص الجزاء العاصمة وضواحيها غدا ان شاء الله تولتا 9 اوت 2016 شرق الشمس سيكون بحولها على الساعة السادسة تماما اما الغروف سيكون على الساعة السابعة و 45 دقيقة للمزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يخص الجو البيئة يمكنكم مشاهدنا الكرام تواصل معنا عبر المواقع الالكترونية اللي تبقى في خدمتكم وذكر بها هي www.شرق.online.com او شغل على باش فيسبوك ديانال هي meteo-26 أشورق تيفي اشكركم مشاهدنا الكرام على طيب الاسراء والمتابعة ومسياتكم طيبة مع بقية برامة الشرق اشتركوا في القناة